طيب عندنا خبر مهم جدا من اختبارات الناشئين لقطاع الناشئين لكورة القدم في النادي الاهلي وخبر زي ده الناس بتستنى من السنة للسنة في توقيت زي ده وإحنا في شهر سبعة التوقيت ده مهم جدا لكل واحد نفسه يلعى بكورة ولما النادي الاهلي بيعلن على موعيد اختبارات لقطاع الناشئين بتبقى حاجة عظيمة وفرصة عظيمة للعبين الصغار والبراع منهم يتعلقوا ويتواجدوا في نادي كبير زي نادي القرن النادي الاهلي النادي الاهلي بدأ بيع الاستمرارات الخاصة باختبارات قطاع الناشئين بدءا من الغد إن شاء الله يوم الأربعاء على بوابات النادي بمقر الجزيرة وفرعي النادي في مدينة نصر والشيخ خزايد وعلى مدار ثلاثة أيام من الساعة عشر الصبح لغاية الساعة ثلاثة إلى عصر الاستمرارات إن شاء الله هتكون موجودة بقيمة خمسين جنيه على أن تبدأ الاختبارات في الساعة السامنة والنصف صباحا كابتن فتح مبروك مدير قطاع الناشئين قال إن موعد الاختبارات بالنسبة للمسم الجديد هتكون على ملاعب النادي الاهلي في مدينة نصر ملاعب الأكاديمية زي ما كان بيتم الكلام ده خلال السنوات الماضية وتم تحديد عدد من الأيام بالنسبة لمرحلة قطاع الناشئين يوم الحد والاتنين والثلاث الموافق أربعة عشر وخمستاشر وستاشر سبعة هتكون اختبارات لموليد ألفين وستة وألفين وسبعة يوم الأربع والخميس والسبت أيام سبعتاشر وطمنتاشر وعشرين سبعة هتكون اختبارات لموليد ألفين وتمانية ألفين وتسعة ألفين وعشرة يوم الحد والاتنين والثلاث الموافق واحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين سبعة هتكون اختبارات للموليد ألفين وتلاثة ألفين واربعة ألفين وخمسة على أن يكون يوم الأربعاء والخميس الموافقان أربعة وعشرين وخمسة وعشرين سبعة ده اختبارات لموليد 2002 إذن تم تحديد أيام محددة لكل مرحلة سنية في الاختبارات 14 و 15 و 16 7 هتكون لموليد 2006 و 2007 أيام 17 و 18 و 27 اختبارات لموليد 2008 و 2009 و 2010 أيام 21 و 22 و 23 و 27 اختبارات لموليد 2003 و 2004 و 2005 وآخر يومين في الاختبارات 24 و 25 سبعة لموليد 2002 وكل التوفيق يا رب لكل البراعم والناشئين اللي موجودين في كل محافظات مصر إنهم إن شاء الله يكتازوا اختبارات النادي الأهل ويكونوا ضمن صفوف قطاع الناشئين وليما لا بعد سنوات إن شاء الله يكونوا متعلقين في الفريل الأول لكرة القدم بالنادي الأهل وحسناً كمان قطاع الناشئين كان استحدث تجربة خلال الأيام الأخيرة بخلاف إن كان بيتم صفر مدربين لبعض المحافظات لإجراء اختبارات المرات الأمور توسعت أكتر وتم تحديد مواعيد وصفر مدربين لقطاع الناشئين في النادي الأهلي للتواجد في معظم محافظات جمهورية مصر العربية لإقتناء العناصر المتميزة في قطاع الناشئين والمراحل السنية الصغيرة لإنضمامها للصفوف الفريل الأول خلال أو صفوف قطاع الناشئين خلال المرحلة القادمة